احتفلت شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي بمناسبة حصول المطار على شهادة الاعتماد للإجراءات الخاصة بتحسين إمكانية وصول المسافرين من دول احتياجات الخاصة هذه الاعتمادية يمنحها المجلس الدولي للمطارات بناء على الممارسات الفضلة والمعايير الدولية المعتمدة والتي تطبيقها المطارات في العالم تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقرار الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات لعام 2019 بفضل استخدام وتطبيق مطار البحرين الدولي أنجع الممارسات والمعايير الدولية لجميع المسافرين وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة حصلت شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي على شهادة الاعتماد للإجراءات الخاصة التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة وتعد هذه الاعتمادية التي منحت لمطار البحرين الدولي تقديرا لالتزامه بإجراءات وتجهيزات تطوير إمكانية الوصول والحركة في استراتيجيته وسياساته ومبادراته لإعطاء الأولوية لسلامة وراحة ودمج جميع المسافرين والزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة ويمنح المجلس الدولي للمطارات هذه الاعتمادية بناء على استخدام المطار أفضل المرسات والمعايير الدولية المعتمدة التي تطبيقها المطارات في العالم هذا وأطلقت مملكة البحرين في وقت سابق مبادرة تمكن المسافرين من أصحاب الاحتياجات الخاصة من طلب المساعدة من موظف المطار ليحصلوا على تجربة سفر مريحة وسلسة إلى جانب إعطائهم الأولوية في العبور بشكل سليم وآمن في كافة أركان مطار البحرين الدولي ويعد حصول مطار البحرين الدولي على هذه الاعتمادية بمثابة نجاح لمملكة البحرين لتسهيل حركة المسافرين والوصول لمتنوع الخدمات للجميع بجوجتها المطلوبة ليكون المطار على الدوام في طليعة المطارات العالمية